نيجي المكاسب نيجي للملف المونديال وعندي الحقيقة أكتر من نقطة حابب نتكلم فيها مع الجماهير النادي الأهلي على فكرة ممكن جدا تبقى مش راضي وممكن جدا تبقى متضايق على المركز الرابع وممكن تبقى متضايق على خسارة الماتشينبت وعالريال وفلامينجو وأنا معاك في ده وهتكلم فيه بالتفصيل لكن تعال أول نشوف إيه اللي حققى النادي الأهلي في النسخة دي وليه على الرغم من أنها على مستوى الإنجاز لا تقارن بإنجازات أفضل اتحاقات في التلات نسخة قبل كده الوصول للمركز التالتة وبرونزية ليه بشوف النسخة دي تحديدا أفضل نسخة على مستوى المكاسب بالنسبة لنادي الأهلي واحد فنية واثنين بالتأكيد طبعا مديا وثلاثة شعبين وهبتدي الحقيقة فنية لأن دي لتهمنا يعني الناحية المادية هيستفيد بها النادي بالتأكيد بشكل مباشر كما هو الحال دايما في أي إنجاز دولي أو قرر بيحاول النادي الأهلي بيبقى لي مكاسب مادية وأتمنى أنها تصب في مصلحة دعم الفريق في الفترات اللي جاي شعبيا طبعا أنا بعتقد أنه التأكيد على عمق العلاقات والروابط اللي جمعت بيننا وبين أشقاء في المغربة ده واحد من أهم المكاسب في البطولة تعالي بقى فنية في جميع النسخة السبعة اللي شارك فيها النادي الأهلي وخد بالك دي النسخة الوحيدة للأهلي اللي يعيب فيها أربع مباريات في ظرف تقريبا عشر تيام يعني تلعبت أربع مباريات في ظرف عشر تيام ما ظهرش الأهلي ما ظهرش الأهلي في ولا نسخة من النسخة السبعة بالشخصية اللي ظهر فيها في النسخة دي شخصية البطل شخصية الند صار في النظر عن اسم المنافس كان أوكلند كان سياتل كان ريال كان فلمانجو ظهر الأهلي بشخصيته في الأربع مباريات في نسخ سبقة كان الأهلي بيقدر يحقق فيها الإنجاز ولكن كنت دايما بتحس بالمعاناة كنت دايما بتحس أنه الأهلي بيظهر على لا يعني لحظات قليلة في عمر المباراة بمستوى الند حتى في مواجهة بالميراس مثلا لما خدنا الميدالة برونزية كنا بنعاني مواجهة البيان كنا بنعاني كان فيه أحساس أنه لا فيه فارق جبير جدا الفجوة أو الجاب اللي موجودة بيننا وبين المنافس واسعة شوية بتقدر بالروح تعود بتحاول تخطف بتعمل إنجاز لكن النهاردة وانت واقف في البطولة دي وانا عايز أفكر الناس اللي شافت الأهلي في التسعينيات وفي مش فاكر كانت ابتدت الأفرق السواف التمينات ولا لأ بس يعني كان فيه بطولة زمان اسمها البطولة الأفرق السواف واعتقد إن احنا في دولاب بطولاتنا واحدة من البطولات دي واحدة من كاس أفرق السواف كانت البطولة دي مفترض إنها بتحصل بعد أن الموسم بينتهي نجيب بطل أبطال أفريقيا وبطل أبطال أسيا يلعبوا مباراة مع بعض أو مباراتين مش فاكر يعني من جولة واحدة أو من جولتين والفايز بيهم بيحصل على بطولة اسمها كاس الأفرق السواف لك أن تتخيل في التوقيت ده مدى صعوبة إنك أنت بعد مشوار طويل سيزن بيخلص وبتلعب أفريقيا وبتفوز بالبطولة ونفس الحكاية برضو بتحصل في أسيا فيجي البطلين دول يصطدموا ببعض في لقاء من جولة واحدة بتحسن بيها اللقم تخيل بقى إنه بيمر بينا الزمن ومطالب من فريل أهلي النهاردة إنه يلعب أربع مطشوات على نفس المستوى ده مع أربع أبطال قرات في ظرف زمني لا يتعدى العشر تيام ورغم كده حط النتائج بس إنسى الاسكور شوية على جنب إنسى النتائج المباراة شوية على جنب تعالي تكلم كورة تعالي تكلم فني تعالي تكلم تسعين ديئة ونشوف كيف ظهر الأهلي أو كيف ظهرت شخصية النادي الأهلي في الأربع مباراة أوكلند مفيش كلام أداء ونتيجة وسيئة نفس الحكاية في ظرف 72 ساعة تجاوز أوكلند بتلاتة وسيئة بواحد ثم كانت مباراة الريال اللي خلينا ناتفق خلينا ناتفق إنه شوط المباراة الأول والأغلبية العظمى من شوط المباراة التاني الأهلي كان ند بند مع ريال مادريد التعادل كان قريب جدا بل إنه خلينا أقولك إنه التقدم من قبل ما يحرص فينيسيا جونيور هدفه الأول للريال كان التقدم ممكن جدا ووارد جدا لنادي الأهلي وكنا ساعتها ممكن نشوف سيناريو المباراة اللي كنا بنحلم بيها وكنا مستنين لكن خليني برضو أبعد عن الاسكور وكلمك على الشخصية فإذن أنت حتى بعد ما علي معلول أحرز الهدف الأول لنادي الأهلي كنت حاسس أنت كمشجع لنادي الأهلي أنه نقدر نقدر شكلنا في الملعب بيقول ممكن نعملها ونفس الأمر تكرر في مباراة فلامينجو بأداء أفضل من مباراة ريال مادريد بل أنه النتيجة الطبيعية في مباراة فلامينجو كان ممكن جدا 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 للأسف الشديد توصل لأربعة واحد للأسف الشديد طبعا لأنه ما حصلش كان ممكن جدا جدا متقدم على فلامينجو بنتيجة أربعة واحد فالشخصية كانت حضرة كون في بعض الأخطاء كون في غياب تركيز غياب توفيق يعني سميها زي ما تسميها لكي أبتكلمك هنا على شكل كورة النادي الأهلي وده عشان ينسى بالفضل لأهله زي ما بيقوله يحسب لمستر كولر اللي أنا غاية ما قبل البطولة كنت شايف أنه مدرب كويس واحد من المدربين الكويسين اللي جوموا يشتغلوا في مصر لكن قناعتي بإمكانيات كولر بعد نهاية كاس العالم غير الرجل ده الحقيقة عاد للكورة النادي الأهلي سيبك من الألقاب والبطولات سيبك إحنا ما نكلمش في ألقاب وبطولات لأن الأهلي طول عمره حتى هو مش في أحسن حالاته بيحقق ألقاب وبطولات في ألقاب وبطولات الأهلي جابها وإحنا كجمهور ممكن نبقى ما كناش ردين أوي عن شكل كورة اللي بيقدمها الفريق أو كان لنا بعض التحفزات أو كنا حاسين أنه كورة الأهلي الممتعة والحلوة مش موجودة أوي وده رأي جمهور لن يؤثر في الأمر شيء لكن مع كولر الحقيقة لا تقدر تراهن جدا 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 ومستوى والمردود اللي قدموا الأهلي في بطولة كاس العالم للأندية مع وجود الفوارق وأنا هرجع الفوارق دي على جنب شوية لأنها لازم تحط دايما في الاعتبار لو كنا هنا عايزين نروح لبعيد لو كنا بنفكر أن احنا هنا دي اللي بتكلم عليه مصر مش بس الأهلي لو احنا عايزين نقرب الجاب اللي الأهلي الحقيقة بزل مجود خارق عشان يحاول يقللها ونجح في ده ونجح في ده في فوارق كبيرة جدا 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 بيننا وبين على الأقل أوروبا يعني التلات سنين الأخيرة مواجهتين مع بلميراس ومواجهة مع فلمينجو قالوا لنا أنه ممكن جدا ممكن جدا تقرب من الكرة في أمريكا الجنوبية بل أنك انت قربت وعن جدرة واستحقاق وقدمت مرضوط فني رائع كنت مقفقتش كنت في أخطاء في المباراة دي شيء تاني لكن المستويات مش بعيدة فبالتالي الفريق ده قادر جدا جدا محليا وبإذن الله قرية انت رهن عليه وانت مهمت عنيك